اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المهم في هذه الليلة سامعوا مرسا ثانية اصوة غريبة داخل المنزلة فقرروا تصور هذا الشيء بكاميرا اشتركوا حديثا وما حصل بعد ذلك كان مخيفا لحد كبير فلنشاهد تسجيل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة importante اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة teenagers هم إشتركوا في القناة ضبط من مهم اشتركوا فينا ماذا يحصل على اليوم؟ اجل ما بك؟ ماذا تفضل؟ خلال ماذا تفضل؟ ماذا تفضل؟ ماذا تفضل؟ ماذا تفضل؟ ماذا تفضل؟ ها تحقيقوا بخوة؟ لا تحقيقوا بخوتي المستغلقى لا يشحبوا بخوة؟ ماذا؟ ماذا إفتاد؟ بدأ صنبور المياه يعمل وينقطع لوحده بدون سبب وبدأ جهاز المايكرويف يحدث شرارة قوية بعد ذلك سمعت أصوات خطوات أقدام تتجه بسرعة نحو طومي وهنا هرب الكل من المنزل بعد مرور أسبوع تقريبا قرر الكل نسيان ما حصل والاحتفال في هذه الليلة بعيد ميلاد ابن سطومي وحضر كذلك أفراد آخرون من العائلة لكن للأسف لم تكتمل فرحة الفتاة بعيد ميلادها كم автомي تتعرويات بكي فجأة بدأت عدة أشياء تتحرك من تلقاء نفسها بشكل مرعب مما جعل الفتاة المسكينة تصاب بالرعب في اليوم الموالي حاول طومي وبعد أفراد العائلة التواصل مع الكيان الذي يسكن المنزلة في محاولة لجعله يترك العائلة في سلام لكن الأمور لم تسر على ما يرام استخدام الناد التنبอย بغض الناد ماذا تنظر بغض الناد هافي أمت بغض الناد خطوة ماذا تنظر بغض الناد محكمة سليس أنت لديو آخر أم الغزب الوحيدة لا تقلق لا تقلق لا تقلق لا تقلق لا تقلق أم خاضر هذا الفيديو لو أنت ليس سليس ب LDM اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة منذ اكثر من عشر سنوات وقالت بعض المصادر بان طومي لازال بخير هو وعائلته وقد انتقل للعيش في منزل اخر ولحسن الحظ لم يواجه مرة اخرى نفس الاحداث المرعبة فما رأيكم هل بالفعل من كان يلاحق العائلة هو جن او ارواح شريرة تحاول اذا اهم ام ان لديكم تفسير اخر لما حصل رقم اثنان شاب يدعى الياس نشر على حسابه في تيك توك فيديو مخيف ومن الصعب تفسيرها يقول الياس بانه في هذا اليوم كان لوحده في المنزلة وكان يجلس في غرفته يتعلم العزف على الى البيانو ويصور نفسه بالهاتف ليتعلم من اخطائها في الاول كان كل شيء يمر بشكل عادي بعد ذلك حصل شيء مرعب ولا يصدق فان نشاهد تسجيل شاهد الفيديو مرة اخرى ودقيق النظر جيدا اصيب الياس بالصدمة والرعب عندما رأى في زجاج التلفاز انعكاسا لشيء اسود يشبه شكله البشر يجلس قربه تماما اصدار الشاب على الفور لكنه لم يجد اي احد والصدار مرسا ثانيا نحو التلفاز فوجد بان ذلك الشيء الاسود اختفى ولم يعد يظهر فهل برأيكم ما تم تصويره كان جنا يجلس قرب الشاب كما يقال ام ان هذا شيء اخر شاركونا تفسيرتكم في تعليق رقم ثلاثة شاب نرويجي يحب التنزه والصفر ولديه قناة على اليوتيوب خاصة باستكشاف المناظر الطبيعية الخلابة في النرويجة كل الفيديوهات في قناته تتكلم عن الصفر باستثناء فيديو واحد كان غريبا جدا وغمضا وقد نشره تحت عنوان منزل المسكون في النرويجة في الفيديو اظهر الشاب وهو يمشي وسط الغابة وفجأة الرأى منزلا قديما في الجهة المقابلة فذهب اليها لكن ما حصل له بعد ذلك كان مرعبا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اخرى ودقيق النظر جيدا عند دخول الشاب لمكان مظلم فجأة سنوجد نفسه وجها لوجها مع شخص ما او مخلوق بملامح غريبة ومرعبة وهنا قفز الشاب من شدة الخوف وخرج هاربا من المنزل قال الشاب في وصف الفيديو بان هذا المنزل مسكون ويضيف بان ما ظهر ليس ببشر عادي وقد يكون جنا حقيقيا فما رأيكم شاركونا تفسيرتكم في تعليق رقم اربعة هذا الفيديو انتشر مؤخرا بسرعة لمواقع التواصل الاجتماعي وطلبتم مني التكلم عنها عند البحث وجدت بان صاحب الفيديو هو شاب برتغالي مشهور لديه قناة على اليوتيوب ينشر فيها فيديوهات الله وهو يستكشف المباني والاماكن المهجورة والمسكونة بالجنة لكن في هذه المرة سيعيش تجربة مختلفة تماما يقول الشاب بانه تلقى اتصالا من امرأة تطلب منه المساعدة وتقول بانها عند عودتها من الصفر لمنزلها وجدت تحت السريرة دمية مكبلة وبجانبها ادوات تستعمل للسحر وبقايا حيوانات وتضيف بانها حاولت التخلص من الدمية لكنها لم تستطع ذهب الشاب وصديقه لمنزل هذه المرأة وهذا ما حصل لمنزل هذه المرأة قام الشاب هو وصديقه بتكبيل الدمية جيدا وسجلوها في خزان المسبح وأغلقوا عليها الباب بإحكام بعد ذلك حصل شيء مخيف ولا يصدق المحدود شباز هذه المنى شباز انظر شكرا لا رأس يا رابن انظر مرما كنا الماء الماء ماء ش heltراب ايسا به adesso ارا هنا ا fierا nó 눈ي در اي ايسا اي اي انا خارج اكتوا لمعه ان ت Yu بارا ده اي اي اي겠습니다 были قرق، اي اي eightyسหاكم اي 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 كن السمست باطاً اي 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 ابن اي اي ا mismo اي sound بحثوا في كل مكان لكنهم لم يجدوا الدمية فعادوا لداخل المنزلة وما حصل بعد ذلك كان مرعبا الفيديو انتشر بشكل واسع واختلف الناس بين مصدق ومكذب لها ويقال بأن هذه الدمية مسكونة بالجن أو أن ما يحدث له علاقة بما يسمى بالسحر الأسود لكنني أعتقد حسب رأيي المتواضي بأن هذا ليس سوى تمثيل لكن في الآخر يبقى الحكم الآخر لكم شاركونا رأيكم في تعليق إذن كانت هذه بعض المشاهد لأشياء مرعبة صورت الكاميرا أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم دمتم في أمان الله وشكرا لكم اشتركوا في القناة